ومن المقرر أن يقف منتخباء البرازيل وكولومبيا دقيقة قبل مواجهتهما حدادا على زيتو كرة السلساو افتقدت أول من أمس أحد مدميك العصر الذهبي لعب وسط سانتوس والسلساو ترك بصمة كبيرة في الكرة العالمية منتصف القرن الفائد واكتشف عددا من مواهب السنبا آخرهم النجم الحالي نيمار تهاوى أحد عمدة منتخب البرازيل الحائز لقب مونديالي ثمانية وخمسين واثنين وستين جوزي إليدي ميراندا المعروف باسم زيتو فرق الحياة جسدا وبقي خالدا في سجلات الكرة العالمية كيف لا وهو من اكتشف الجوهرة الجديدة نيمار نجم السلساو برشلون الحالي نعى أباه الروحي ونشر صورهما معا عبر تويتر وغرد لا أجد الكلمات المناسبة لوصف هذا الشخص أنا شاكر لكل ما فعلته من أجلي شكرا زيتو أنا زيتو لعبت مع نادي سانتوس ومع المنتخب البرازيلي وأحرصت معهما الكثير من الألقاب والبطولات وخصوصا لقب المونديال مرتين متتاليتين أود أن أقول إنه من المعيب أننا غير قادرين على اللعب بعدما هارمنا هذا مستحيل ممارسة كرة القدم أفضل ما تحقق في حياته ولد زيتو عام 32 في منطقة روزيرا في ساوباولو وبدأ ممارسة لعبة الفقراء في سن مبكرة حيث تكونت موهبته مع فريق مدينته قبل أن ينتقل إلى توباتي وبسن العشرين التحق بأهم أندية الولاية سانتوس حيث قاد خط وسط الفريق مجاورا الأسطورة بيلي وبيبي وماورو والحارس جيلمار إلى كارلوس ألبيرتو وكوتينيو فضلا عن زاجالو وغارينشا ونيلسون سانتوس في المنتخب لعب زيتو 733 مباراة مع الفريق الأبيض والأسود مسجلا 57 هدفا بعد اعتزاله عام 67 وصل مسيرته مع سانتوس فتبوأ منصب نائب الرئيس ومدير الكرة في الثمانينيات وفي مطلع الألفية تسلم مهمات قطع الفئات العمرية في النادي وكان من اكتشافاته أيضا روبينيو ودييجو لعب يوفانتوس وبريمن سابقا وصولا إلى نايمار اشتركوا في القناة